من أجل حسم وإقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية كدسة الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان بهدف تعزيز الاتفاق الأخير بين الحكومة والإقليم والإسراع بحسم الموازنة وتجاوز الفقرات الجدلية بين الكتل الكردية وبين الكتل السياسية الأخرى تطرح مبادرة طالبت من خلالها حكومة الإقليم بضرورة تسليم المستحقات المالية للنفط المصدر خلال السنوات الماضية والالتزام بما تعاهدت به للحكومة الاتحادية التي يجب أن تعمل هي الأخرى على تسليم رواتب موظفي الإقليم على حسب كلامها هذه المبادرة من الآن وقبل إقرار الموازنة لكي يسهل عمليات إقرار الموازنة لأنكم تعلمون هناك سجالات سياسية كثيرة بصدد إقرار الموازنة ولحلحلة الأمور ولتهيئة الوضع العام في الإقليم وكذلك من قبل حكومة بغداد لأن تقوم بالتعامل مع هذا الوضع نحن نرى أن الكتل السياسي أيضا يجب أن تلتسم حتى الكتل السياسي الكردية بهذا الوضع حصة الإقليمي ومستحقات النفط المتأخرة والمنافذ الحدودية ملفات كانت ولا تزال محط اعتراض القوى السياسية المطالبة بالتزام الإقليمي بجميع الاتفاقيات مع الحكومة الاتحادية خصوصا ما تعهدت به خلال الزيارات المتكررة لكبار الشخصيات الكردية إلى بغداد ولقائهم رئيس الوزراء فتطبيق التعهدات وعدم خرقها سيسرع من إقرار الموازنة ويحقق ما يطمح إليها الشارع الكردية نحن في مجلس النواب طبعا لا نمر أي موازنة فيها حصة الأقليم ما لم يسلم الأقليم كامل الإيرادات الاتحادية النوايا في أقليم كردستان نحن نريد أن ينوي نريد أن يسلم الإيرادات وإنهاء المواطلة زيارة الأخوة لاهور شيخ جنقي والأخ قوباد كان له دور كبير في حل حالة الكثير من الأمور ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الأقليم لا حل بدون تسليم الملف النفطي بالكامل إلى الحكومة الاتحادية وتسليم عائدات المنافذ الحدودية وفق القانون والأصول من دون هذه الاتفاق ومن دون هذه الأسس لا يمكن أن نمضي بأي موازنة مع إصرار بعض القوى الكردية على حصة الإقليم في الموازنة يتحدث نواب عن رفض أغلب الكتل السياسية تمرير هذا القانون ما لم يتم إجراء تعديلات تحقق التوافق السياسي لتمريره بأسرع وقته وتنفيذ ما تعهدت به حكومة الإقليم للحكومة الاتحادية فيما يخص المستحقات المالية للعائدات النفطية للسنوات الماضية فضلاً عن المنافذ الحدودية من داخل مجلس النواب بغداد حسن الفواز العراقي الإخبارية